يا هلو يا مرحبا بكم مشاهدين الكرام وإلى آخر مواضيع أمسية الليلة فمن منطلق تشجيع الطلبة على تجربة التقنيات الحديثة ودمجها في العملية التعليمية بهدف الابتكار واستشراف المستقبل أقامت جامعة الشارقة معرض رؤية مستقبلية بعنوان الهندسة المعمارية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والذي نظمه قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة المزيد نتعرف عليه من خلال ضيوفي طبعا بالستوديو ولكن بعد هذا التقرير من منطلق تشجيع الطلبة على تجربة التقنيات الحديثة ودمجها في العملية التعليمية بهدف الابتكار واستشراف المستقبل افتتح الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة معرض رؤية مستقبلية الهندسة المعمارية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والذي نظمه قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بمشاركة 25 طالب وطالبة من قسم الهندسة وذلك بمقر كلية الهندسة بجامعة الشارقة اليوم الذكاء الاصطناعي هناك في حوار على السوشيال ميديا هل انه الذكاء الاصطناعي حيحل محل المهندس المعماري احنا مش حنستنى انه يحل المحل المهندس المعماري احنا منعتبر المهندس المعماري هو اللي ابتكر الـ AI وهو اللي اشتغل على السوفتورز هو اللي ابتكرها فهو بيعرف شو المعلومات اللي احنا منضيفها للـ AI وبنعرف شو اللي بدنا يعني لذلك لذلك احنا من جهز طلابنا ليستخدموا الذكاء الاصطناعي في تصميم المعماري في الاخراج المعماري في الـ AI في الماركت لما نطلع على السوق يكونوا هم مميزين مميزين في الاخراج المعماري في التصميم واحنا متأكدين انه ان خريجينا يعني حيقودوا العمل في الامارات في العمل الميداني قدم الطلبة خلال المعرض خلاصة تجاربهم في استخدام منصات الذكاء الاصطناعي في مجال الهندسة المعمارية من خلال تصميم وتخيل مباني امارة الشرقة المستقبلية اعتمادا على ادخال مجموعة هائلة من البيانات في منصات الذكاء الاصطناعي حيث يكشف المعرض رؤية مقنعة للهندسة المعمارية التي تجمع بين الإنسان والفني والتكنولوجيا بسلاسة اليوم بتكلم عن المشروع اللي هو مستوحى من المكعبات حبيت ان اطلالة المشروع على البحر حبيت ان معظم الشرقة تكون لها اطلالة على البحر وباستخدام الذكاء الاصطناعي قدرنا نتخيل صور افتراضية لشكل المبنى مبرع باستخدام المواد المختلفة وباشكال مختلفة اليوم ابغل اتكلم عن مشروعي اللي استوحيت الفكرة بعد عدد زيارات للموقع استوحيت الفكرة من الامواج اللي كانت موجودة امام الموقع بعد ما زرتني الموقع ورجعت الجامعة بديت افكر كيف بنفذ الفكرة على التصميم رسم تكمن موجة وفكرة بعد فكرة استوحيت الشكل النهائي اللي هو الفكرة الاساسية للمشروع معرض الرؤية المستقبلية للهندسة المعمارية المدعومة بالذكاء الاصطناعي احد الانشطة الهادفة التي تعمل على تعزيز روح الابداع والاطلاع المستمر لدى الطلبة على احدث التقنيات وتشجيعهم على تجربتها والاستفادة منها بطرق بناء في حياتهم المهنية اذا عدنا مشاهدين الكرام وللتعرف اكثر على هذا المعرض وما قدم من خلاله يسعدنا ان يتواجد معنا في الاستيديو كل من الدكتور عارف محمد مقصود وهو استاذ مساعد بكلية الهندسة في جامعة الشارقة وكذلك الدكتورة اسيل علي حسين وهي كذلك استاذ مساعد بكلية الهندسة في جامعة الشارقة والطالب احمد نواف السويدي من ذات الكلية كلية الهندسة في جامعة الشارقة مساء الخير وحياكم الله معنا سهلا وسهلا يعني بداية دكتور عارف اهم المعروضات التي يمكن للزائر مشاهدتها والاطلاع عليها في هذا المعرض طبعا بداية شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة بالنسبة للمعرض رؤى المستقبلية لن أتحدث بكون أهم المعروضات في حسبنا أتحدث عن أهمية المعرض بشكل عام المعرض يعتبر الأول من نوعه على مستوى جامعات الإمارة كونه مقام من طلاب ما تحت التخرج ومن السنة الثانية في الهندسة المعمارية يعني في المراحل الأولى من تعليم الهندسة المعمارية ومع استخدام ذكاء الاصطناعي في مشاريعهم المحور الثاني من أهمية المعرض أو المعروضات الموجودة هو الانتقال هذه المرة من مجرد مستخدمين أو نقل طلابنا من مجرد مستخدمين لمنصات ذاك الاصطناعي إلى مطورين ومبضعين من خلال استخدام هذه التقنيات ليس لإظهار صور أو نمازج جرافيكس أو رقمية فقط للأستعراض وإنما من خلال تنوع أو تطوير مشاريعهم وأفكارهم والحصول على مجموعة من المقترحات الجديدة لمشاريع قاموا بتصميمها فعلاً مع مخططاتها وهي جاهزة للتنفيذ حتى لمرحلة التنفيذ على سايت أو موقع حقيقي في الشارقة فبالتالي دور الذكاء الاصطناعي في هذه المعروضات هذه المرة ليس الاستعراض والصور الرقمية وإنما هو أعطاء مقترحات عن المواد المستخدمة الحقيقية وغيرها من المعطيات كما سنشاهد صحيح طيب دكتورة أسيل ألم تكن هذه الخطوة مغامرة بين قوسين تهيئت طلبة جدد في بداية مرحلتهم الدراسية في دراسة هذا التخصص ليقوموا بتنظيم مثل هذا المعرض ويشاركوا بمعروضات تختص بالذكاء الاصطناعي وذكاء الاصطناعي اليوم حديث العالم كله طبعاً الذكاء الصناعي هو موجود ليس فقط بالهندس المعمارية في مجالات متعددة صحيح لذلك دورنا كأساتذة في قسم الهندس المعمارية والأساتذة في جامعة الشارق أنه نساعد الطلاب وندرسهم ونوجههم إلى الطريق اللي يساعدهم من يتخرج من الجامعة يكون إلى مجالات واسعة بالعمل لأنه مجالات العمل بالوقت الحاضر الشركات المعمارية والمكاتب الهندسية كلها تطمح إلى طلاب يعني عندهم الخبرة وعندهم القابلية لاستخدام هذه النوع من التكنولوجيا اللي هي الذكاء الصناعي والتعلم من خلال الآلة حتى ينتجون مشاريع أكثر مستدامة فلذلك من المهم أنه نبدأ ندرس الطلاب من مراحل متقدمة حتى لما يتخرج مرحلة بعد مرحلة من المرحلة الثانية للثالثة للرابعة إلى مشاريع التخرج يكون هو الطالب الخلفية ما تقوية باستخدام هذه النوع من التقنيات في المشاريع هذه جرأة أو رغبة من إدارة الجامعة في أن تزرع الثقة لدى لنفوس طلبتها للمشاركة وهم حتى في أول السلم في هذه الكلية للمشاركة في هذا المعرض وتقديم معروضات كيف أحمد السويدي كيف زرعت إدارة الجامعة كيف استطاعت إدارة الجامعة أو إدارة الكلية تحديدا كلية الهندسة أن تزرع فيكم هذه الثقة للمشاركة في معرض مثل هذا ويحتوي معروضات مهمة جدا الجامعة ساعدتنا من أول شيء راوتنا كيف الذكاء الاصطناعي كيف الذكاء الاصطناعي يعطونا مثل أمثلة نرى كيف الذكاء الاصطناعي ممكن يطور من مشاريعنا ومن هذه المشاريع التي رأيناها كيف يطور مشاريعنا رأينا مثل خطوة أكبر ومستقبل أكبر من العمارة بشكل عام صحيح ولذلك اشتغلت على تصميم معماري معين قدمت في هذا المعرض صحيح نعم ما نوع التصميم هذا ومن وين استوحيت الفكرة أنا من تصميمي كان من البوست مودرنزم اللي هو ما بعد الحداثة اللي كان بدأ في 1970 ومن خصائصها كانت الألوان الفاتحة الفاقعة ومن خاصية ثانية اللعوب المرح فأنا أخذت هذه خاصية اللعوب المرح وخليتها بطريقة حديثة ومن شخصيتي طورتها وقدرت أصنع منها اللي كان مشروعنا ببنى سكني وطورنا أكثر بأكثر بالصناع بالأي آي اللي هو تقنية هذه تقنية هذه صحيح طيب يعني دكتور عارف لماذا من المهم لطلاب الهندسة المعمارية أن يستخدموا هذه التقنية وأن يقوموا كذلك بإجراء اختبارات عليها فيما يخص تصاميمهم تماما السؤال جميل جدا لسبابين الاثنين السبب الأول هو توفير الوقت والجهد بالإضافة إلى الحصول على احتمالات واختيارات ليس بإمكانهم الحصول عليها بطرق تقليدية يعني على سبيل المثال طلب من طلاب السنة الثانية تصميم ببنى سكني في منطقة في جزيرة الخان بالقرب من مكان معين فبالتالي البناء السكني يجب أن يراعي جميع شروط الموقع وحتى المتطلبات فقاموا بتصميم البناء فعلا وقاموا بتصميم مساكة الأفقية والمقاطع وإلى آخره ولكن السؤال هنا في مرحلة هذا المساك هل بإمكان الطالب أو المهندس المعماري أعطاء نماذج لاستخدام أو احتمالات لاستخدام مواد مختلفة على هذا البناء نعم ولكن تتأخذ وقت طويل يعني مرة في مرات يمكن استخدام مادة الحجر الأسود مع البازلت مرة أخرى يمكن استخدام الخشب مع الأسطح والعمارة الخضراء مرة ثالثة يمكن استخدام الجرانيت مع الرخام هذا البناء الوحيد فبالتالي مفهوم منصات الاي اي استخدام هذه المرة هو لتوفير الوقت وتوفير الجهد وأعطاء احتمالات أقوى لا يمكن حصول عليها بهذه الفترة فما بالك من طلاب في السنة الثانية هذا من طرف الطرف الآخر أهمية استخدام للطلاب هو نحن من عشر سنوات فما أكثر كان يطلب في سوق العمل أو في محاكاة الحياة الحقيقية الآن يطلب من خرجي الهندسة المعمارية أن يكونوا على دراية بأدوات التصميم الرقمية والحاسوب وغيرها هذا من عشر سنوات فما أكثر حاليا سوق العمل تتطلب أبسط إمكانيات استخدام أدوات تصميم رقمية مع ذكاء الاصطناعي التصنيع الرقمي استخدام الـ الواقع الافتراضي تقنيات الهولوغرام وغيرها فبالتالي هذا مطلوب منهم حاليا في سوق العمل شروط رئيسية تماما هذا مطلوب وإلا أي مكتب أو أي مطور أو أي استشاري لن يقبل بتقديم أقل ما يقدمه الطلاب يعني حاليا طلابنا يقدمون مستوى من المشاريع يضاهي مشاريع عالمية وعلى سبيل المثال أريد أن أطيله ولكن على سبيل المثال دخل طلابنا السنة الفائتة في مسابقة للهندسة المعمارية باستخدام الذكاء الاصطناعي لا ندعوها إلا وسائط الاستخدام أو الذكاء الاصطناعي طلابنا ربحوا جوائز طردية المساواكة كانت في أمريكا طيب ربحوا جوائز طردية بالنسبة لنا كانت أكثر من طردية وكانت فعلا لحظة يعني فخر لماذا؟ لأنهم أخذوا جوائز طردية ولكن المنافسين كانوا مكاتب هندسية مرموقة مكاتب على مستوى عالمي وطلابنا تنافسوا معها واستطاعوا الحصول على جوائز طردية وهذا بحد جالسة فحاليا أي مطور أو أي مكتب هندسي لن يقبل بتقديم شيء أقل مما يقدمه طلابنا الآن باستخدام ذكاء الاصطناعي طبعا أكيد طيب يعني دكتور أسيل تسائل يعني لا شك بأن يطرح نفسه في ظل الحديث عن الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في الهندسة المعمارية وهو حال حال أي تقنية أو تكنولوجيا جديدة لها ما لها وعليها ما عليها طيب هل من آثار سلبية محتملة لاستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الهندسة المعمارية طبعا شكرا على هذا السؤال جدا مهم مثل ما قلت حال حال أي تطبيق ثاني أو تكنولوجيا موجودة في أي قطع من القطعات إلى إيجابياته وإلى سلبياته لكن الذكاء الصناعي وتقنية التعلم عبر الآلة تعتمد على المجموعة من المعلومات التي دخلها الطالب أو المستخدم وهذه طبعا بالنسبة للهندسة المعمارية مثلا نوع المواد البناء الظروف البيئية وال الموقع المباني المجاورة أسلوب البناء كل هذه معلومات وأكثر من عدها يحتاج الطالب يدخلها لتطبيقات الذكاء الصناعي فلما تكون المعلومات مضبوطة وما بها أي غلط لذلك النتائج تكون صحيحة واستخدام التطبيق يكون بالطريقة التي متوقعين النتائجها لكن إذا كان إدخال المعلومات هو غير صحيح أو استخدام التطبيقات كثيرة لكن هناك مو كل التطبيقات هي ملائمة للتصميمات المعمارية بكل تفاصيلها فمثلا هناك تطبيقات مجرد تنطين أشكال ثلاثية الأبعاد واجهات جميلة لكن ماذا عن المخططات والحركة بين الفضاءات هذه تكون غير صحيحة بسبب المعلومات التي استخدمناها في التطبيقات هي غير صحيحة لذلك التدريب والاستخدام الصحيح من الطلاب أو المستخدمين الهندسة المعمارية هو جدا ضروري وجدا مهم حتى تكون النتائج صحيحة وما بها تأثير على الأبنية المصممة إذن نأكد بأن حسن الاستخدام والتوظيف الصحيح لهذه التكنولوجيا قادر على الوصول إلى تحقيق نتائج إيجابية وربما مبهرة كذلك من خلال توظيف هذه التقنية في الهندسة المعمارية صحيح؟ أكيد طيب يعني أحمد كذلك اليوم هذه المشاركة في هذا المعرض وإثراء تجربتك كذلك من خلال أكثر من تجربة وصولا إلى هذا التصميم النهائي يعني كيف سيساهم في تحسين تجربتك ومساعدت كذلك على يعني إجراء المزيد من التصاميم وبالتالي يعزز ثقتك في نفسك مستقبلا إن شاء الله بعد التخرج هذا المعرض يساعدني على رؤية خيارات الناس خاصة من نفس المشروع الحلول المختلفة الذكية التي يستطيعون والناس يساوونها من وراء هذا المشروع وثانيا يوسع لنا مجال حتى يساعدنا بالاجتماعي أكثر يفتح لنا أبواب الاجتماعية أكثر من الناس ومعارف وخاصة فرص ممكن حتى للعمل وممكن أي حد حتى من الخارج يشوف مشاريعك وتطويرك ويشوف مشاريعك وتطويرك ممكن يوظفك في أي يوم من كسر أنا حرفيا شفت حدية صور المشروع وروح بدون ما عرف ولا هذا بس من بعيد شفت صور المشروع واسمي وروح طيب أحمد أنت مدرك أن هذه ممكن تساهم في التأثير الإيجابي طبعا على العملية التعليمية على تعليمك تحديدا في هذه الكلية ودراستك لهذا التخصص نعم توظيف التكنيين الوجهة هذه نعم تساعدنا لأنها توسع لنا الخيارات أكثر خاصة يوم توصل للمرحلة الأخيرة من التصميم ممكن المرحلة الأخيرة لا تكون مثل ما أنت متوقعة أو ممكن عندك أكثر من فكرة فهل الذكاء الصناعي يساعدني يشوف أكثر من فكرة يوضح لنا أي طريق نحن نبونيس صحيح طيب دكتور عارف هل لنا نطلع على بعض المشاريع التي تم توظيف هذه التكنولوجيا من خلالها المشاريع سواء قيد التنفيذ أو حتى سيتم تنفيذها مستخدلا تماما سأتحدث الآن عن مشاريع على مستوى طلاب جامعة الشاركة وصمت أنتقل إلى المحلية والعالمية استخدام الذكاء الاصطناعي ينحصر في عدة محاور يعني استخدام الذكاء الاصطناعي ليس فقط مجرد توليد صور اعتباطية أو صور بمفهوم فني جميلة بدون كما تفضل الدكتور بدون وعي بما وراء هذه الصور من إمكانية التنفيذ التحقيق للاستدامة وبالتالي فاستخدام الذكاء الاصطناعي محاور استخدامه هي أولا الانتقال بالبناء إذا كان موجود إلى بناء أكثر استدامة دراسة إمكانيات أو اختيارات المواد مواد التنفيذ دراسة إنشائية البناء أو من مرحلة الصفر أو من مرحلة تصميم المساكة للبناء عدت احتمالات لاستخدام الذكاء الاصطناعي وليس فقط الأظهار المماري فبالتالي العديد من المشاريع التي تم استخدام الذكاء الاصطناعي فيها من خلال طلابنا أو أكثر من طلابنا وبالتعاون معجهات حكومية عديدة يعني على سبيل المثال تقللنا سابقا بموضوع مشاريع الأبنية المرتبطة بعمارة الفضاء وقد استخدم قبل ذلك فيها الذكاء الاصطناعي وتم عرضها في مركز القبة الفلكية التابع لجامعة الشارقة أو الإمارة الشارقة مشاريع أخرى مثلا حاليا قمنا بها وهي مشاريع على مستوى الإمارة إعادة أظهار المباني المتميزة أو الرائدة في معماريا في إمارة الشارقة مثل مبنى بيت الحكمة مثل مبنى البلدية مثل مبنى جوامع مثل جامعة الشارقة الكبير جامعة الملك فيصل ولكن إعادة سياغاتها بأسلوب الذكاء الاصطناعي لإظهارها للعامة بطريقة مقبولة ويتم فهم الجمال المعاري من خلالها من خلال إظهار الأناصر الإسلامية إظهار الخلفية الثقافية للإمارة وكيفية انعكاسها على هذه المباني حتى ولو من الخارج وليس فقط من الخصائص الداخلية أو المساكة لأن العام عادة أو العوام لا ينظر إلى المشروع من حيث المساكة أو المقاطع بل ينظر كمستخدم هل أنا أرتاح في البناء أو لا هل يعجبني الشكل الخارج وهو مناسب للإمارة أو لا فكل هذا تم توظيف ذكاء الاصطناعي لإيصاله للعوام بلغة بسيطة وسهلة صحيح طيب دكتورة هل يمكن كذلك أن يساعد الطلبة في أبحاثهم في تجاربهم هذه تكولوجيا طبعا هي الذكاء الصناعي كيف يشتغل ويطلع لنا النتائج متعددة للمباني المعلومات التي نستخدمها بالبداية هي مرتبطة بأبحاث خاصة بالمباني طبعا هذه الأبحاث هي منشورة من قبل حساتة الجامعة أو يعني باحثين في إمارة الشارجة في الإمارات وفي كل العالم فهذه البحوث هي تعتبر المعلومات التي يستعملها الذكاء الصناعي حتى يطلع المنتجات الجديدة أو المباني الجديدة بأكثر استدامة لأنها مرتبطة بالأبحاث على أنواع المواد البناء التصاميم وأنواعها حتى تكون النتاج بها أكثر استدامة فيتعلم من المعلومات السابقة التي نشرت كلها بالأبحاث وهذا طبعا يساعد الطالب أنه مو بس يشتغل على التصميم على التصميم لكن بنفس الوقت يدخل على أبحاث منشورة التي لها علاقة بالتصميم المعماري ومواد البناء والتأثيرات المناخ والحرارة والبرودة وتوظيفها في التصميم المعماري عن طريق الذكاء الصناعي طيب هل من مشاريع مستقبلية ستعمل عليها الكلية أو ستعتمد من خلال الكلية على الذكاء الاصطناعي نعم بصراحة نحن حاليا نعمل على هذه المشاريع بالتعاون مع مؤسسات حكومية مثل سبيا أو هيئة الشارقة للتعليم الخاص طلب تصميم مقترحات للمدارس طبعا من جامعة الشارقة بشكل رسمي وبالتالي من طلابها سيتم تصميم هذه المدارس كتصميم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي ولكن سؤال كيف كيف سيتم أكذ بعين الاعتبار جميع المعلومات والمتطلبات الأساسية والعالمية التي نعتبرها كمقاييس للمدارس العالمية ستؤخذ جميعها وتغذى لمنصات الذكاء الاصطناعي لأعطائنا أفضل حل مناسب لإمارة الشارقة بما يتناسب مع معطيات إمارة الشارقة الخلفية الثقافية الإسلامية طبيعة الدراسة الموجودة في الإمارة أعداد الطلاب المتوافرة وغيرها من المعطيات المرتبطة حتى بهيئة الشارقة للتعليم الخاص بالإضافة هذه المعلومات كما ذكرت الدكتوري يجب السيطرة عليها وليس فقط يعطينا أوبشينات متعددة أو خيارات متعددة وإنما يتم السيطرة عليها هذا مشروع سيتحول إلى حقيقة يوما ما وهو مطلوب من جهة حكومية فبالتالي هنا يأتي دور ذكاء الاصطناعي لتوفير مرة أخرى الوقت والجهد وإعطاء إمكانيات واحتمالات ليس من ممكن للعكل البشري تأمينها بهذه السرعة ليس من ممكن جمع كل هذه المعطايا من المدارس عالميا وانتقاء الأفضل ودمجه أو تغذيته بالخلفية الثقافية الإسلامية الإمارة الشارقة وهذا ما سنقوم به فعلا أمارة نقوم به الآن في عملية تصميم المدارس واحد من المشاريع المختارة والعديد من المشاريع الأخرى حتى في مجال الأبحاث ذكرت نقطة مهمة جدا هل ممكن مساعدتهم في الأبحاث على مستوى التطبيقات السهلة مثل شات جي بي تي أو غيره لا أريد أن نذكر أكثر حاليا نحن جامعة الشرقة تقوم بورشات عمل لهذه المنصات حتى يستفيد الطالب وحتى الباحث فيها لأبحاثه وليس فقط الكتابي بشكل اعتباطي أو للإجابة على بريد إلكتروني أو لعمل نص معين وإنما لاستخدام رسميات معينة والاستفادة فعلا منها في عمليات الأبحاث والانتقاء لموضوع التوصيف أو المراجع أو إلى آخرين صحيح طيب دكتورة هل ممكن أن يؤثر الذكاء الاصطناعي ويغير من مجال العمارة في المستقبل طبعا هو التكنولوجيا الجديدة نرى تأثيرها بالوقت الحاضر هي غيرت كثير فللمستقبل تتطور بشكل كل السريع فتأثيرها على الهندسة المعمارية والتصاميم سيكون إلى تأثير كبير طبعا ستكون لدينا أكثر أبنية مستدامة وهذا سيؤدي إلى مدن مستدامة بالوقت الحاضر نشتغل على أن نقلل من الطاقة المستخدمة في المباني عن طريق أساليب التصميم والمواد وكل الأشياء الثانية المرتبطة بالأبنية لكن بسبب الذكاء الصناعي سيصير تطور أكثر لجعل المباني أكثر مستدامة طبعا هذا بالنسبة للبناء والتصاميم الجديدة بس بنفس الوقت سيكون إلى تأثير على المباني الموجودة والمبنية كيف نطورها باستخدام الذكاء الصناعي أنه تكون مستدامة أكثر لذلك لها تأثير لمستقبل الهندسة المعمارية أحمد أحمد تخطط أنك تستمر في استخدام هذه التقنية في مشاريعك أو تصاميمك المستقبلية أنا أفكر أني أستخدم هذه التقنية أكثر خاصة تساعدنا بشكل كبير أن تسرع عندنا الوقت ومثلا المثال حصل معي في المشروع أن النتيجة النتيجة التي حاولت أوصلها لم يكن في بالي وكانت عندي أكثر من فكرة لكن الوقت كان ضيق فسرع لي الموضوع وطلع لي خيارات أكثر وأكثر لكن الذكاء الصناعي مساعد ليس بديل العمارة صحيح نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله في تحقيق الأهداف المرجوة سواء الاستخدام أو توظيف هذه التكنولوجيا أو غيرها كذلك في كلية الهندسة بجامعة الشارقة شكرا جزيلا دكتور دكتور وأحمد على وجودكم معانا اليوم شكرا جزيلا مرحبا إذن مشاهدين إلى هنا نصل إلى ختام فقرات برنامج أماسي لهذه الليلة دمتم في حفظ المولى وإلى اللقاء اشتركوا في القناة